دعوة أخرى وجهها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الجامعة العربية في ختام الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي في أبوظابي بإنهاء تجميد عضوية سوريا بعد دعوته في افتتاحها الأمم المتحدة إلى التوقف عن المماطلة وتسريع الجهود الرهمية لتنظيم جولة جديدة من المحدثات السورية في جونف يمكن لجامعة الدول العربية أن تؤدي دورا أكثر أهمية وأكثر فعالية لو كانت الحكومة السورية عضوا فيها أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة من المشاركة في المشاورات في طار جامعة الدول العربية لا يساعد الجهود المشتركة الواضح من كلام لافروف أن روسيا لن تتوقف عند حد صياغة مسودة الدستور السوري الجديد وتوزيعه على الوفود المشاركة في مؤتمر أستان الشهر المنصر فهي بوصفها الفائلة رقم واحد حاليا في الملف السوري تريد لنظام الرئيس بشار الأسد ملأ مقعد دمشق الذي ظل شاغرا في الجامعة العربية منذ نوفمبر 2011 مسألة عودة سوريا لاحتلال مقعدها وهو تمثيلها مجمّة حاليا في الجامعة العربية هو قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء للجامعة إذا نوقش هذا الأمر على مستوى الاجتماعات الوزارية أو على مستوى القمة فالأمانة العامة والجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار وقد يعطي ذلك حال حدوثه زخما للجولة الجديدة من مفاوضات جناف بين الحكومة السورية والمعارضة المزمع عقدها في العشرين من الشهر الجاري